يعني بالنسبة لنا ليس مفاجهة ممكن يعني للآخرين تكون مفاجهة لأنه بدليل هذا امتداد للتقدم اللي حصل عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات برلمان كردستان أيضا في انتخابات برلمان كردستان كان يمتلك 37 مقعد ثم 44 مقعد أي بزيادة 7 مقعد أيضا في هذه الانتخابات كان 25 مقعد أسد 32 مقعد وكان هناك مجال أيضا أكثر من هذا فليهذا هذا ليس بمفاجهة لنا بالنسبة لحزب الديمقراطي الكردستاني والكثيرين لأن هناك عوامل عديدة لو سمحت لي أن أعدد هذه العوامل منها رمزية القائد مسعود البرزاني اللي إلى امتداد يعني من رمزية الراحل الخالد ملا مصطفى البرزاني يعني عند كثيرين أيضا القاعدة الجماهيرية الثابتة للحزب الديمقراطي الكردستاني يعني البارتي حتى لو كان زعلان عنده عتب يعني ينتقد الحزب لكن يوم الانتخابات تلقيه بالسبعة الصباح عنده ينتقد الحزب كبارتي ينتقد الحزب عشل لك مياه سان علي ليش ليش آني آني من الناس في عدة برامج منتقد يعني ممكن لذا التمذمم تابع وكنت أول واحد ساعة بالسبعة يوم الصندوق المهم يعني هاي الحقيقة الزيل اي تضر حوامل أخرى النقطة الثالثة يعني الدعاية الانتخابية الحملة الانتخابية كانت منظمة افتتعها الرئيس مسعود البرزاني بخطاب شامل في رسائل يعني ومضامين عدة ومن ثم قاد الحملة الاستاذ نيتشيروان البرزاني رئيس الاقليم في تجمعات في زاخو ودهوك واربيل وايضا السليمانية وكلار يعني هذا عمل منظم كان وتوزيع يعني المرشحين الى المراكز اللي فيه عدم ثقل بهاي المراكز فبنسبنا فبنسبنا